السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي ينتج منها أو الذي يؤخذ منها الخامات المختلفة علشان نصنع الأخمشة بتاعتنا المستخدمة في القطاع الملبسية واتفقنا إن إحنا كان عندنا مصادر طبيعية إما من أصل نباتي أو أصل حيواني أو إيه كمان؟ أصل معدني وإيه كمان؟ الشق التاني كان فعلا المصادر أو الألياف النسجية اللي هي من مصدر صناعي أو تركيبي أو تحويلي وعرفنا مميزات وعيوب وأخذنا نمازج لكل حاجة من الحاجات دي أو لكل مصدر من المصادر دي وعرفنا قد إيه الموضوع شيط جدا ومش سهل أبدا إن أنا أعمل قماش ذات مواصفات جيدة وفي نفس الوقت شكل جيد واستخدامات متنوعة ووقفنا في الحلقة الماضية عند فكرة خلط الخامات ببعضها واتفقنا مع بعض إن فكرة خلط الخامات الطبيعية بالخامات الصناعية بيديني ناتج هايل جدا وتبقى للنسبة المتبعة في الخلط بيتم إنتاج أقمشة متعددة جدا يعني لما أجي أغير نسبة الخامة الطبيعية المستخدمة في الخلط بالنسبة لنسبة الخامة الصناعية ببص ألاقي كل فترة بيونتج وماش جديد له صفات جديدة كل ده يا جماعة بيخضع للتطور التكنولوجي اللي هو بيفدني في إن أنا أنتج في الآخر أقمشة ذات مواصفات جيدة طبقاً لاحتياجي أنا في السوق احتياج الجو العام اللي أنا عايش فيه طبقاً للحالة الاقتصادية اللي إحنا بتخلينا نحتاج أن نخفض التكلفة للخامات المستخدمة وفي نفس الوقت اكسبها صفات جيدة والبعد عن الصفات الرديئة أو العيوب النهاردة بقى عايزين نتكلم عن إيه النهاردة عايزين نتكلم عن الأقمشة من حيث تركبها النسجي يعني إيه الأقمشة من حيث تركبها النسجي هو إحنا كنا متفقين في الحلقات اللي فاتت على إن الخامات النسجية المختلفة اللي إحنا بتتكلم عليها دي إحنا بنصنع منها خيوط بعد كده الخيوط دي أنا عايز أعمل منها أقمشة فبعمل إيه؟ بعمل تركيب نسجي لها أو تركيب نسجي لها أو بنائي تركيب بنائي لها إزاي الخيوط دي تتداخل مع بعضها عشان تديني في الآخر قمش إزاي الخيوط دي تتشابك مع بعضها عشان تديني في الآخر قمش فهنلاقي أكتر من شكل وأكتر من نوع من الأقمشة بتاعتنا يعني مثلا هنلاقي إن إحنا عندنا إما أقمشة منسوجة أو أقمشة تريكو أو أقمشة جير منسوجة نقول تاني أنا لما بياخد الخيوط وببدأ أحطها جنب بعضها تتعاشق مع بعضها أو تتجمع مع بعضها عشان تديني شكل القمش بتاعي إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إما إن أنا بعمل لها عملية نسيج بجري عليها عملية اسمها عملية نسيج أو عملية التريكو نسيجها بطريقة القماش التريكو أو إن أنا أعمل قماش جير منسوب تعالوا نشوف مع بعض كل حاجة من الحاجات دي أو التلات أنواع دول بيتم تصنيعهم إزاي؟ فين الكلام ده؟ في مخرج التعلم رقم اتنين في الوحدة التانية اللي هي اختيار الأقمشة المناسبة والخامات المساعدة تعالوا مع بعض ونشوف كده على الشاشة مخرج التعلم رقم اتنين بيقول لنا إيه؟ مخرج التعلم رقم اتنين بيقول لنا يختار التركيب النسجي أو البنائي المناسب لأقمشة الملابس مين اللي بيختار؟ حضرتك اللي بتختار طيب إزاي الكلام ده؟ أهو الكلام اللي احنا كنا بنقوله أنا عندي حاجة اسمها تقسيم الأقمشة حسب طريقة انتجها فأنا عندي إما أقمشة منسوجة والأقمشة المنسوجة تنقسم إلى أقمشة منسوجة عادية أو وبرية أو شبكية يعني إما قماش منسوج عادي خالص كده زي الأقمشة اللي احنا بنستعملها معظمنا أو قماش لوه وبرية زي المناشف المناشف اللي هي الفوط يعني وزي كمان الأقمشة القطيفة أو أقمشة شبكية اللي هي تصنع على هيئة إيه شبكة عندي كمان أقمشة التريكو أقمشة التريكو إما فيه عندي أقمشة تريكو سدة أو تريكو لحمة طيب إيه كمان؟ عندي كمان الأقمشة غير المنسوجة زي اللي بيتم عليها إما ربط ميكانيكي أو كيميائي أو حراري يبقى إذن الخامات بتاعتي أو الأقمشة بتاعتي بتنقسم تنقسم لإيه؟ تنقسم إلى ثلاث أقسام إما أقمشة منسوجة أو أقمشة تريكو أو أقمشة جير منسوجة الأقمشة المنسوجة إما أقمشة عادية أو أقمشة وبرية لها وبرى أو شبكية على شكل شبكة والأقمشة تريكو إما تريكو سدة أو تريكو لحمة والأقمشة للمنسوجة اللي بيتم عليها عملية ربط إما ربط ميكانيكي أو كيميائي أو حراري طيب تعالوا نشوف الأقمشة المنسوجة الأقمشة المنسوجة من أشهر أنواع الأقمشة وتستخدم بقصرة في الملابس الجهزة طيب بتتكون من إيه الأقمشة المنسوجة يا جماعة؟ بتتكون من خيوط رأسية تسمى خيوط سدة وخيوط عرضية تسمى خيوط لحمة مش إحنا اتفقنا من شوية إن أنا بستعمل الخيوط بخدها وبجري عليها إما إن أنا أستعملها عشان أعمل قمشة منسوجة أو قمشة تريكو أو أخدها كشعيرات وحولها لأقمشة جير منسوجة طيب الخيوط دي أنا بستعملها في الأقمشة المنسوجة بالشكل ده خيوط رأسية وخيوط أفقية تتعاشى وتتشابك مع بعضها وده بيعرف باسم إيه التركيب النسجي يبقى أنا لما أجي أتكلم عن الأقمشة المنسوجة بتكلم عن أقصر الأقمشة شيوعا وانتشارا ويليها طبعا أقمشة تريكو اللي إحنا لسه هنتكلم عليها كمان شوية يبقى الأقمشة المنسوجة تتكون من إيه؟ تتكون من خيوط طولية تسمى خيوط سدة وخيوط عرضية تسمى خيوط لحمة طيب دايما بنلاقي إن أنا عندي الخيوط الطولية لما هنيجي نشوفها مع بعض في التركيب النسجي المختلف هنلاقيها بنرمز ليها بلون والخيوط العرضية نرمز ليها بلون آخر ونشوف بتتشابك مع بعض إزاي عشان تنتج ليها الأقمشة المختلفة وبالمناسبة زي ما المصدر بتاع الخيوط والمصدر بتاع الأقمشة بيخلي ليها صفات ومميزات معينة كمان لما أنا باخد الخيوط دي وعمل عليها عملية نسج سواء وماش منسوج أو وماش تريكو أو ربط عشان أخليها أقمشة جير منسوجة ده كمان بيديها صفات يبقى إذن صفات الأقمشة اللي أنا بستخدمها في القطع الملبسية بتاعتي أو منتجات بتاعتي في صناعة الملابس الجهزة صفاتها تعود لحاجتين أساسيين إما مصدرها أو طريقة تصنعها طيب إحنا اتفقنا من شوية إن أكثر هذه الأنواع شيوعا هي الأقمشة المنسوجة اللي بتتكون من إيه تتكون من خيوط طولية تسمى خيوط إيه صداء بالضبط كده وخيوط عرضية تسمى خيوط لحمة تعالوا نشوف مع بعض أول أنواع التراكيب النسجية أو التراكيب البنائية هنا مع بعض يعني لو إحنا اتفقنا إن أنا عندي هنا هوت ده خيط طولي وده كمان خيط طولي تمام وبعدين أنا عندي هنا هوت خيط عرضي هيبدأ كده وكمان هنا خيط برضو بالعرض اتفقنا إن دي اسمها إيه دي اسمها دي اسمها صداء طيب ودي اسمها إيه اسمها لحمة يبقى إذن دي خيوط طولية تسمى خيوط صداء ودي خيوط عرضية تسمى خيوط لحمة أقل تركيب نسجي أنا ممكن أتعرض له هيكون عبارة عن ختين صداء وختين لحمة طيب بيحصل التعاشق بينهم إزاي بلاقي إن خيط اللحمة الأول هنلاقي بيمر من فوق خيط الصداء الأول ثم من تحت خيط الصداء التاني وخيط اللحمة التاني بنلاقي بيمر من تحت خيط الصداء الأول ومن فوق خيط الصداء التاني شايفين الحركة دي هنا الخيط ده او اللحمة دي مرت من فوق السدى الاول ومن تحت السدى التاني وهنا اللحمة التانية عملت العكس من تحت السداء الاول ومن فوق السداء التاني هنا حصل عملية ايه هنا حصل عملية التشابك حصل عملية التشابك التشابك ده مع بعضه لما يتقرر بالطول وبالعرض كتير يعمل لي ايه يعمل لي قماش منسوج تعالوا نشوف الكلام ده كمان على الشاشة مع بعض هنلاقي ده اللي احنا اتكلمنا عليه ده اصغر جزء في التكوين النسجي لو احنا بصينا هنا هوت هنلاقي هنا هوت انا عندي اربع خيوط انا عاملة كده تكرارين بالطول وبالعرض تكرار الواحد هيكون ختين سدة وختين لحمة زي ما احنا شايفين هو اللحمة مرت هنا لحمة الاولى من تحت السدة الاول ومن فوق السدة التاني واللحمة التانية من فوق السدة الاول ومن تحت اللحمة التانية ده كده اللي اتنين في اتنين دول ده اصغر مكون للنسيج السادة بتاعي يبقى اذا اول التركيب النسجية اللي انا ممكن اتكلم عليها هو اسمه النسيج السادة بيتكون من ايه اصغر مكون له خيطين سدى واختين لحمة اتنين من خيوط السدى ولحمتين زي ما شرحناهم من شوية طب انا جيت قررت ده بالعرض فبقم اربعة بالشكل ده وكمان قررتهم بالطول بقم برضو اربعة بالشكل ده اصبح عندي اربعة مكونات رئيسية عملولي قطعة من القماش اللي انتوا شايفينها دي شايفين حركة التعاشق اللي تم الديما بين الخيوط وبعدها اللي احنا شرحناها من شوية مع التكرار بتديني القماش بتاعي الجميل جدا اللي هو اسمه قماش سادة واحد على واحد او النسيج السادة واحد على واحد ليه سميه كده لانه هو ما فهوش مشاكل كتيرة هو ماشي بانتظامية جدا خد فوق وخد تحت خد فوق وخد تحت خد فوق وخد تحت يعمل لي الشكل المنتظم الجميل ده عشان هو شكله منتظم وبسيط جدا استعمل في اقمشة متعددة وكتيرة جدا زي ايه زي اقمشة الدمور والشاش والفوال والارجانزة والشفون والتفتاء والجورجيت والتيل وغيرهم كتير وكتير وكتير وكل ما هيحصل خلط ما بين خمات جديدة يحصل اسماء جديدة ويتم برضو عملها بطريقة ايه بطريقة النسيج السادة اللي احنا شايفينه اللي هو واحد على واحد طيب النسيج السادة كمان فيه منه نوع اخر اللي هو 2 على 2 اللي انا بجد ايه بجد في الحالة بقى بتاعت 2 على 2 هلاقي ان خيط او اللحمة بتاعتي تعدي من تحت 2 سادة ومن فوق 2 سادة من تحت 2 سادة ومن فوق 2 سادة عشان كده سميها 2 على 2 لكن اشهر انواع النسيج على الاطلاق هو النسيج السادة واحد على واحد اللي موجود بالقصرة جدا في كل المنتجات اللي احنا ممكن نتعامل معاها زي ايه؟ زي البلوزات زي الاقمشة اقمشة المفروشات زي الاقمشة اللي تستخدم في الملابس المنزلية الحريمي والرجالي زي كمان الاقمشة الامصان الرجالي البدل الرجالي هو نسيج بسيط وسهل ومتوفر بقصرة نتيجة لعدم التعقضات الموجودة فيه بيتميز بحاجات جميلة قوي تعالوا نشوفها مع بعض على الشاشة هنلاقي هنا هوت المزايا بتاعته ايه؟ هنلاقي سهل التصنيع احنا اتفقنا ايه في الحكاية كلها خد فوق وخد تحت خد فوق وخد تحت فالدنيا سهلة جدا قصرة التشابك ده بتديني ايه؟ بتديني القوة في التماسك كل ما حصل تشابك كتير في القماش بتاعي وتعدت وتعدتت نقاط الطلاق ما بين خيوط السدى وخيوط اللحمة فحصل ايه؟ حصل قوة في التماسك كمان ده بيخليه مقاوم للتوبير يعني انت احتكاكه مع اي سطحة اخر ما بيوبرش بسهولة ما بيعملش وبرة بسهولة لما باجي ابدأ اشتغل عليه اللي هو ان انا ابدأ اعمل عليه عمليات القص والتفصيل ما بينسلش بسهولة ما بيتفكش من بعض بسهولة ده كله نتج لايه؟ مرافو عليكو لقصرة التشابكات اللي موجودة في طريق التصنيعه هنلاقيه النفاذية العالية بيتماز بالنفاذية العالية للهواء طيب ايه هي العيوب بتاعته هنلاقيه هنا هو صلب نتيجة التعاشقات الكتير الى حد ما اصبح نسيج مش مرن شوية مش طري كده وناعم شوية مفيش عنده مقاومة للتجاعد بيتجاعد بسهولة لانه برضو ده ينتج عن ايه؟ ينتج عن قصرة التشابكات هنلاقيه كمان زاد سطح خشن يبقى ايزا لما نيجي نتكلم على النسيج السادة واحد على واحد اللي هو اشهر النواع الاقمشة على الاطلاق الموجود يستخدم بقصرة جدا في الملابس بداعتنا هلاقيه انه هو له مجموعة من العيوب ومجموعة من المميزات كلها تعود لطريق تصنيعه فيه تعاشق كتير فيه طلاقي كتير ما بين خيوط السادة واللحمات اللي هي تعتبر خيوط عرضية بتتشابك مع خيوط السادة ده بيؤدي بيه الى مجموعة من المميزات ومجموعة من العيوب هنلاقي انواع تانية من النسيج لما هنتعرف عليها دلوقتي مع بعض بيمكن نتلافى فيها العيوب دي لكن كمان هنتلافى كمان المميزات النتجة عن قصرة ايه الطلاقي وقصرة التشابك اللي احنا منتكلم عليه يبقى انا عندي النسيج السادة السادة واحد على واحد هو اول واشهر قماش او اشهر نسيج موجود في الاقمشة المنسوجة برافو عليكم تيجوا نشوف تاني نوع من الاقمشة المنسوجة اللي عندنا ايه هنلاقي عندنا النسيج المبرد ليه سميناه نسيج مبرد هنبص نلاقيه انه هو لما بننتجه اولا هو اقل اقل وحدة موجودة فيها تكون مكونة من 3 خيوط صدقة و3 لحمات فهنبص نلاقيها بتتشابك مع بعضها بطريقة معينة بتديني شكل مائل كده زي ما انتوا شايفين شكل مائل وفيه كده حروف كده سنون كده فعشان كده سميناه النسيج المبرد طيب النسيج المبرد ده بيتميز بقوة تحمله وبمتنته العالية جدا عشان كده عملنا منه الاقمشة اللي احنا ممكن تتحمل الجهد العالي زي اقمشة الملابس بتاعت العمل اللي هي اليونيفورمات للناس المهندسين والناس اللي بتتعرض لعمل فيه اجهاد كبير على الملابس بتاعتها عملنا منه الجينز وانزاي انتم عارفين ان الجينز بيتحمل معانا يعني احنا دايما بنقول ان واشي الجينز ده عملي جدا لقينا دايما بنلبسه واحنا بنشتغل واحنا رايحين مشاوير محتاجة مننا ان احنا هيبقى فيه مجهود كبير بنبذله كمان عندنا الجبردين عندنا كمان الكسطور الشكل بتاعه او التركيب الناس جي بتاعه اللي هو بيتكون من ثلاث خيوط او ثلاث خيوط ثلاث خيوط من السدى وثلاث لحمات ده بيخليه ان هو الى حد كبير وزنه تقيل وسمكته عالية تعالوا نشوف كده مع بعض لو احنا بصينا مع بعض على الورقة نشوف ازاي بيتكون معانا هنلاقي انا هنا احنا اتفقنا انا محتاجة ثلاث خيوط سدى صحي كده طيب محتاجين كمان قصادهم ايه محتاجين كمان ثلاث لحمات ايه دي واحدة رقم واحد ادي رقم اتنين ادي رقم تلاتة هنلاجد ان الاولى دي بتمر من فوق اول خيط سدى ومن تحت التاني ومن تحت التالت التانية بقى هتمر من تحت الاولانية ومن فوق التانية ومن تحت التالتة واخدين بالكو يا جماعة ما تشابوك ده طيب التالتة هتمر ازاي التالتة هتمر من تحت الاولى والتانية ومن فوق التالتة شايفين هنا حصل ايه شايفين الخط ده هو ده الخط المائل اللي بيعمله اللي بيبقى شكله شكل المبرد عشان كده بنسميه ايه مبرد يبقى ده كده بالنسبة للنسيج الايه المبرد برافو عليكم طيب احنا اتفقنا ان الطريقة دي في العمل قدت بينا الايه قدت بينا القماش يتميز بسمك اكتر شوية من القماش السادة واحد على واحد ومتانة اعلى شوية وكمان قوة تحمل اكتر بالتالي وسطح مختلف يعني احنا اتفقنا من شوية ان النسيج السادة واحد على واحد لقصرة التشابكات الى حد ما لا يتميز بالنعومة هنلاقيه فيه تقطع كتير فبالتالي لما انا امرر ايدي عليه كده هنلاقيه التقطعات تديني نوع من الخشونة الى حد ما طيب لما نيجي نتكلم بقى على المبرد بقى ومميزاته وعيوب نتيجي نشوف مع بعض مميزاته وعيوبه ايه على الشاشة هنلاقيه هنا هو زي ما اتفقنا اقصر تماسك ومتانة من النسيج السادة هنلاقيه لا يتسخ بسهولة برضو ده ناتج للشكل بتاعت التركيب النسجي بتاعه التقطعات مش كتيرة زي ما هي موجودة في النسيج السادة واحد على واحد طيب اتفقنا كمان انه هو بيديني قماش اكثر ثمكا وبالتالي اكثر وزنا الوزن بتاعه نتيجة عدم التقطعات الكثيرة اللي حصل الصلابة بتاعته قلت بقى في مرونة اعلى من النسيج السادة واحد على واحد بس بقى اقل نفذية للهواء ما هو بقى اسمك تمام كده طيب واصبح مقاوم للتجاعد بالتالي نتيجة المميزات والعيوب الموجودة عندي دي اصبح له استخدامات اخرى ومميزات اخرى غير الاقمشة المنسوجة من النسيج السادة واحد على واحد يبقى نرجع تاني ونفكر بعض ان الخامات بتاعتي بتديني مواصفات المواصفات دي تنقسم الى عيوب ومميزات تؤدي بي الى استخدامها استخدامات معينة في سنوات الملابس الجهزة لما باجي اخد كمان الخامات دي وعرضها ان انا اعمل منها قماش منسوج اقمشة منسوجة او اقمشة تريكو او اقمشة غير منسوجة هنلاقيها طريقة التصنيعها بتديها صفات اخرى ومميزات وعيوب اخرى تضاف الى مميزات وعيوب الخامة الاساسية بتاعت او البنائي اللي اسمه المبرد بالطريقة اللي احنا شفناها دي هتديني وماش سميك سهل الجسيل وسهل التنظيف يتحمل عند فيه قوة تحمل عالية يقوم التجاعد وبالتالي بستخدمه في الاقمشة اللي انا او في الملابس اللي انا محتاجة هبزل بيها جهد عالي هلبسها في اثناء عمل محتاج مجهود كبير هيحصل عليها التساخات محتاجة بسهل الجسيل بتاعه مش محتاج ان هو كل شوية يتكوي ويتعرض للانكماش ويعمل لي مشاكل وبا محتاجة على طول فكرة ان انا درجة حرارة عالية علشان كوي وافرده ده كده النسيج المبرد فاجل عندنا كمان نوع برضو مشهور من الاقمشة المنسوجة احنا كده الاقمشة المنسوجة اتفقنا ان احنا فيها انواع كتيرة وتركيم نسجية كتيرة اشهرها السادة اللي اتكلمنا عليه مشوية ثم المبرد اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي ثم ايه تعالوا مع بعض عشيش نشوف ثم ايه النسيج الاطلس النسيج الاطلس له مميزات وشكل مختلف خالص عن النسيج السادة والنسيج المبرد هو ثالث انواع التركيب النسجية البسيطة ان فيه تركيب نسجية معقدة اكتر من كده احنا مش محتاجينها الحقيقة قوي معاكم فاحنا اخترنا لكم الثلاث انواع دول لانه بيتميز بالبساطة وفي نفس الوقت فيهم صفات مختلفة ومتعددة هنلاقي التقاطع بتاعه اقل من المبرد واقل من السادة سواء كان واحد على واحد او اتنين على اتنين هنلاقي ان اقل مكون لي هيكون عبارة عن اربع خيوط سدى واربع لحمات وهنلاقي زي ما انتم شايفين كده هوت لو احنا بخصينا كده هوت من هنا هنلاقي مثلا اللحمة دي مرت من تحت خيط سدى ومن فوق خيط سدى وبعدين هنا بصوا تحت كام واحد تحت اربع خيوط من السدى فبالتالي اصبحت مدارية لفترة طويلة واصبح خيط السدى ظاهر لفترة طويلة شايفين المنظر ده اهو خيط اللحمة اللحمة الاولى دي مرت من تحت السدى الاولى من فوق السدى التانية من تحت اربعة سدى ثم من فوق اللي بعدهم اللحمة التانية اتنين وبعد سوري ثلاثة مرت من تحت ثلاثة سدى ثم من فوق الرابعة ثم من تحت كام اربعة تاني يبقى اذا هي تطلع فوق واحدة وتحت ايه اربعة فيظهر خيط السدى شايفين خيط السدى ظاهر لفترة طويلة ازاي خيط السدى ظاهر لفترة طويلة تخيلوا معايا خيط السدى اللي ظاهر لفترة طويلة ده هو خيط من قماش خيط من الخيط من الخامات اللي بتتميز باللمعان ايه لا هيحصل هينتج لي ايه برافو عليكو هينتج لي قماش ذات لمعة عليها يبقى اذا هنا في قلة في التشابك ما بين خيط السدى وخيط اللحمة هنلاقي ان خيط اللحمة مرت من فوق خيط السدى واحد وتحت اربعة تمام فهنبص نلاقي ان انا عندي فيه عندي قلة في التشابك ما بين خيط السدى وخيط اللحمة ده قد بي برضو الى وجود مميزات وعيوب موجودة في النسيج الاطلس تعالوا نشوفها مع بعض على الشاشة هلاقي عندي هنا هو ان هو لقلة التشابك والطلاقي بين خيط السدى وخيط اللحمة هلاقي بيتميز باللمعان والنعومة العالية جدا وبخاصة بقى لو انا بستعمله مثلا في خيط بولي استر او بولي امايد او حرير صناعي او حرير طبيعي هلاقي اللمعة والنعومة جميلة ومتميزة جدا جدا طبعا برضو نتيجة قلة التشابك في قلة في الصلابة في مرونة عالية جدا ده تقريبا الخيوط يعني متشابكة كده تشابك خفيف جدا هنلاقيه برضو لا يتجعد بسهولة اكثر مقاومة للتجعد منخفض المقاومة للاحتكاك والتوبير ودي بقى كده ما هيش ميزة ده كده احنا دخلنا في العيوب يعني لما بييجي يحتاج بسطح اخر منلاقيه بيحصل فيه توبير مقاومته ضعيفة متانته ضعيفة منخفض المتانة فبالتالي بيحتاج لعناية خاصة اثناء التفصيل واثناء الحياكة وبس هلاقيه في نفس الوقت نتيجة المميزات دي والعيوب دي مع بعضها يستعمل في ايه يستعمل في الاقمشة اللي انا محتاجة فيها لمعة عالية ومش محتاجة متانة عالية زي ايه الكلام ده الاقمشة التي تستعمل استعملات خفيفة زي ملابس الصهرة مثلا اي امشة او اي منتجات انا محتاجة فيها لمعة عالية ومحتاجة مرونة عالية بس تعمل فيها اقمشة مصنوعة من النسيج السادة الاطلس زي ما احنا شفنا دلوقتي طيب نيجي عندنا بقى نتنقل للنوع التاني من المنسوجات بتاعتنا او الاقمشة بتاعتنا اللي هي اقمشة ايه ربو عليكم اقمشة التريكو اقمشة التريكو منتشرة جدا وكل يعني كل ما ده بيحصل انتشار لها اكتر لان هي تتميز بمميزات برضو جميلة اوي انا اعرفها دلوقتي مع بعض اول حاجة احنا عايزين نعرف ان احنا اقمشة التريكو دي تنقصب الى نوعين في عندي تريكو سدى وتريكو لحمة ايه ده واحنا مش كنا من شوية بنتكلم عن خيوط بالطول اسمها سدى وخيوط بالعرض اسمها لحمة بالزبط برافو عليكم نقدر نستنتج من ده ان تريكو اللحمة كله بقى هيبا ماشي بالعرض برافو عليكم هي هيبا فعلا كده خيوط كلها ماشية بالعرض طب وخيوط وتريكو السدى لا هنلاقي فيه بقى خيوط سدى متدخلة مع ايه مع الخيوط العرضية المهم ان تركيبة الخيوط او تركيبة الاخمشة اللي مصنوعة من التريكو ما بتعبارش ما بتبباش زي ايه القماش المنسوق يعني مش طلاقي خيوط بالطول وخيوط بالعرض لا هي بتببع برا عن حلقات يعني انا بعمل من القماش بتاعي حلقات الحلقات دي تؤدي بيا في الاخر اما لصفوف وتتشبك او ان انا بعمل منها حلقات برضو يتتشبك معايا خيوط بالطول اللي هي خيوط السدى فيانتج عني عندي تريكو السدى يبقى اخمشة التريكو تنقصب الى اخمشة تريكو لحمة ماشية كلها بالعرض واخمشة تريكو سدى ماشية خيوط طول وخيوط عرض في الاصل وماشية تريكو مبني على ايه مبني على حلقة حلقات جنب بعضها الحلقات دي تتشبك مع بعضها فتعملي قماش التريكو تمام كده تعالوا نشوف مع بعض كده وماشي التريكو بيتميز بايه وماشي التريكو بيتميز بالمطاطية العالية جدا ونفاذ الهوى ده ناتج من ايه ده ناتج عن تشبك الحلقات اللي احنا اتكلمنا عليها مع بعض من شوية زي كده تريكو اللحمة بصوا اللون الجامع ده صف من الحلقات وتشابك معه الصف اللي بعدي زي ما انتو شايفين كده ثم تشابك مع الصف التاني الصف التالت وهكذا يبحصل ايه تركيب بنائي كده ما بين الصفوف وتشابك الحلقات دي مع بعضها الحلقات دي بتديني مطاطية يعني انا لما امسك وماشي مكون من الحلقات دي واموته كده الحلقات دي شكل الجرزة نفسها وتكوين الجرزة نفسها بتخلي اماشي التريكو يتميز بالمطاطية العالية طيب كمان انا لو استعملت خامة خيوط يعني نفسها فيها نسبة مطاطية ايه اللي هيحصل هتزداد وتزداد مطاطية اماشي التريكو يبقى اذا اماشي التريكو ينقسم لتريكو لحمة وتريكو سيدة تريكو اللحمة ثم حلقات الصف اللي بعد لو انا جيت فكت خيط وماشي اللحمة ده شدت الخيط ده كده وفكيته هبص لقيه طالع كله عندي خيط واحد في الاخر فاصبح عندي تريكو اللحمة بالشكل اللي انتو شايفينه ده يتميز بالمطاطية العالية جدا طيب الشكل ده بقى ده شكل ايه برافو عليكم ده شكل تريكو السيدة هلاقي عندي الحلقات اهيت موجودة بس بشكل مختلف شوية وهلاقي عندي خيط طولية زي ما انتو شايفين كده تتشابك معها فتعمل ايه زي نوع من الشبكة كده عارفين ده بيبا ظاهر اوي 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 وماشي تريكو السيدة ده ظاهر اوي فين ظاهر اوي في الستاير اللي منستعملها وبتديني اشكال ابص الاقي ستاير كده في بيت ماما اه موجودة على شكل او في بيت تيتا موجودة على شكل ايه موجودة على شكل شبكة الشبكة دي مكونالي في الاخر شكل التشابك ما بين الخيوط العرضية اللي هي بتاعت اللحمة والخيوط الطولية بتاعت السيدة على هيئة الحلقات اللي احنا شوناها دي بتديني في الاخر شكل الشبكة وطريقة التشابك دي وشكل الورزة اللي بتتم تبقى للمكينة المستخدمة في الصناعة بيديني الشكل اللي موجود على الستائر شكل وردة شكل طائر شكل اورق شجر ايا كان الشكل اللي موجود على القماش بتاعي يبقى اذا من اكثر الاستخدامات الذي يستخدم فيها اخمشة تيريكو الصداء هي الستائر والمفروشات واي اخمشة تانية على شكل شبكي يبقى انا عندي هماش منسوج اللي هو بتكون من ايه تعاشق خيوط طولية وخيوط عرضية الخيوط الطولية اسمها ايه تمام خيوط صداء والخيوط العرضية مظبوط خيوط لحمة بالزبط كده ناتج التعاشق ده والطريقة اللي بيتم التعاشق بيها بيديني نوع اخمشة اللي هي اخمشة ايه اخمشة التريكو تريكو اللحمة وتريكو السداء تريكو اللحمة ناتج عن تعاشق حلقات صفوف ببعضها اذا هو ماشي صف صف كل صف عبارة عن حلقات متشفكة مع الصف التي السابق لها وتريكو السداء هو برضو في حلقات ولكنها تتعاشق مع بعضها وايضا تتعاشق مع خيوط طولية تسمى خيوط السداء ينتج عنها وماش مرن مطاط جميل استخداماته كتيرة جدا هنلاقي معظم الملابس اللي احنا بنستخدمها تقريبا مصنوعة من تريكو اما سداء او لحمة ومعظمها من تريكو اللحمة زي ايه زي شربات اللي احنا بنستعملها البنات بتستعملها زي كمان الجوارب اللي هي الشربات زي البضيهات زي الملابس الداخلية بشتى انواعها حريمي ورجالي هنلاقيها مصنوعة من اقمش تريكو اللحمة ليه اقمش تريكو اللحمة لان هي سهلة في الاستعمال مكينتها متوفرة كمان تتميز بالمطاطية العالية وسهولة الاستخدام وسهولة التنظيف وعدم التجاعد ومقاومة للاحتكاك فيها مميزات كتيرة جدا تيجي نشوف ايه اللي جاي عندنا على الشاشة اهي الاخمشة غير المنسوجة الاخمشة غير المنسوجة دي بقى قصة تانية وحكاية تانية تنتج ازاي تنتج ان انا بيكون عندي مجموعة من الشعيرات الشعيرات دي اما تكون شعيرات صناعية او تكون شعيرات طبيعية بس بتكون شعيرات طبيعية غير مستخدمة بشكل كبير في النسيج يعني ممكن تكون شعيرات قصيرة جدا فبالتالي الشعيرات القصيرة جدا عند بتكلفني كتير وبتكون معايا مجموعة كبيرة قوي فان انا اغزلها لخيوط ثم الاخمشة منسوجة فبالتالي بعمل بيها ايه بخدها واعمل بيها الاقمشة الغير منسوجة ازاي بيتم بقى ربط الشعيرات دي ببعضها سواء كانت شعيرات طبيعية او شعيرات صناعية عشان اعمل منها الاقمشة الغير منسوجة الربط ده بيتم بثلاث طرق اساسية اما هو ربط ميكانيكي او ربط حراري او ربط كيميائي ميكانيكي يعني بستعدم فيه ادوات ومعدات معينة كيميائي يعني بستخدم فيه مواد كيميائية معينة حراري يعني بستخدم فيه درجات حرارة في اجواء معينة عشان اعمل الربط ما بين الشعيرات بتاعتي اللي هو اكني بلزقها كده مع بعضها واعمل منها طبقة بتيجي الشعيرات دي يحصل لها عملية زي عملية رص على اسطح معينة ومكينات معينة يعمل رصها ده بشكل موازي لبعضها وبكسافة واحدة يعني تديني سمك واحد في الاخر وبعد كده اعمل عليها عملية الربط زي بالظبط كده انا جيت حطتها بالشكل ده الشعيرات رصتها جميع بعضها ده وكبستها بدرجة حرارة معينة عالية جدا فحصل لها شبه انصهار شبه الانصهار ده خلها لزقت لزقت مع بعضها فبقت ملتصقة مع بعضها كونتلي في الاخر ايه كونتلي في الاخر قماش بسي هو ما تنسكش لا تنسك بطريقة التريكو حلقات ولا تنسك بطريقة القماش المنسوج اللي هو خيوط صدى وخيوط لحمة تطلاقة وتتعاشق عشان تعملي القماش بتاعي لكن تم لسقها مع بعضها اما بالحرارة او بتعرضها لمواد كيميائية او بتعرضها لضغط وعمليات ميكانيكية معينة علشان تلتصق وتلتحم مع بعضها فتديني في الاخر قماش منسوج قماش جير منسوج وقماش واحد يؤدي بيا الى خامة تستخدم استخدامات عديدة زي ايه الاستخدامات بتاعتها ممكن بتستخدم في البطانات بتاعة الجواكت او تستخدم في البطانات بتاعة الالحفة او تستخدم اساسا الطريقة دية عشان اعمل منها بطانية او اعمل منها المكت بتاع الارضيات كل ده معمول بطريقة القماش الغير منسوج اذا هو برضو الاستخدامات مهمة جدا عندنا في الحياة وفي اليوم بتاعي شكرا جزيلا لكم اترككم في رعاية الله وحفظه على وعد بان نلتقي في المرة القادمة وان تكونوا بامر الله حققتم الجدارة المطلوبة في مخرج التعلم رقم 2 الوحدة الثانية في برنامج فني الملابس الجاهزة تحياتي لكم وشكرا السلام عليكم اشتركوا في القناة